اوكلات من الجهات في مطبخ الحياة عسلم ومرحبا بكم عزائنا المستمعين اللي برونشاة معانا تواعى التسعين فاصل ثلاثة برنامجكم اوكلات من الجهات اللي كل مرة نمشيوا المنطقة من مناطق تونس الباية واليوم مش يكون اتجاهنا لمدينة غنية بزينة ساحلها وبحرها لزرق الكبير سمات على لي اسسها وبقى تشامخة بتاريخها العظيم مدينة الفاطميين بالثقافة والفكر تبنات وعليت تسحرك بورتها القرطاجي القديم والفلايك راسيا تستنى في الصياد يخلص الشبك ويخمم في ولد البحر لبنين وبقلعة العثمينيين ترجع بيك السنين لعاصمة التاريخ من الحروبات مأمنين ومدينتها العربي حافظت على العادات والتقاليد وهي القلب الحي للبلاد بين الحاضر والماضي واليد تخدم في الصنعة التقليدية والمرأة المهدوية المكدية تتفنن في الماكلة لبنينة وبالطبيعة مش تكون حاضرة معانا مدام راقية لمرابط باش تسهلنا المكلات اللي موجودين في مدينة المهدية عسلا مرحبا بيك مدام راقية صباح الخير أروه وصباح الخير بالمستمعين يسمع في ناكل على حياته فهم اليوم اتي جاهنا المهدية ايوه ارجعنا للساحل اليوم اليوم شوية للساحل البقط البحر شوية اليوم في المهدية شنوي طيب شوف هما في المهدية عندهم حاجه صحيه ومنفع برشا وهي بيه الجهز الهضمي وبيه المعدة وبيه معناها منفع حاجه اسمه هي البندليقة 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 هي ساتون بلانت ساتون بلانت معنا نبتع صحيه تطلع وبيه للكونسيباسيان بيه لقسيل بيه معناه بالحقه وحنا حكينا لنقبض والاسهيل بيه حاجه ناتوريل حاجه ناتوريل حاجه بيه كيفاش هذيه هي ذي معروفه في المهدية تنبت عندهم النبتة هذي هاي تنبت عندهم هما يستعملوها يستعملوها برشا يعملوها يشربوها انتيزان يطيبوها في الكوستي يطيبوها مرقة خضره يطيبوها كل شيء معناها هالنبتة هذيه يعملو كل شيء بيه بيه شوفت كل مره نكتشفوا حاجه كل مره نكتشفوا اسم جديد اسمها البندليق اسمها يقصوها ينقيوها ويقصوها يقصوها ببخي 2 سنتيمتر ما يقصوش جيدة برش يقصوها ميين مبعد ما يقصوها اروه يخصلوها مليح يخصلوها مليح ويحطوها في المس سخون يحطوها في المال بيرد فوق الجاز ومبعد شو حطو معاها 150 كغام عدس اكل لكحة المشلس فرق لا لكحة اللي بقشورو ويحطو معاها يحطو معاها الفول لخذة توشيتيح وقت الفول لخذة واضح تسمحني ومبعد يحطوهم يذون الكل مع بعض يغليو يغليو على رويحهم خليهم متخافش منه خليهم يغليو انت خطو انت تاخد صل تقصو في تنجرة وتحط معاها ثلاثة كعبة تماطم مقصوصة تروف تحط معاها تابل وثوم وكروية وملح وتحط معاهم تماطم اللي هي نجمة وتحط معاهم غرفة هريسة معجونة ومغرفة هريسة كلي تهرس كلي عرفتها كلي الهروس اللي بقشوره المهرسة هذيك تحطو مع بعضهم تقليهم تقليهم تخليهم تخليهم بالجده وقت اللي انت البندليقه متاعك تعبت ومعاها العدس والفول تهزهم تصع فيهم في الكسكيس وتصبهم فوقك التقليه هذيك صنزو مغير ماء جملة وقت وبعد انت هي تزيدك البندليقه هي زي ما الخطر تسيب الماء متاعها هي البندليقه هي دجاء غليت غليت هي فك الماء هي دجاء شربت الماء متاعها وبشتعود تسيب القوه متاحها اندوز ينفوها في كل الماء في كل طقلي اللي احنا عملناها هذيكا باقو ما تستحقش ماء هي تعرف تشبه لشوه اروات تشبه لحاجه هي الخبيزة الخبيزة متاعنا احنا عانا الخبيزة هو ما ما يعرفوش الخبيزة يعنوا البندليقه احنا كان مر اخر في قرون نحكيوا على الخبيزة احنا عانا الخبيزة مغرومين بها في قرون نقلوها برشة تقريبوها بالجدير خبيزة وموجودة الانبلانت متاحها عننا احنا موجودة في قرون تلقاها توقيت عادة تلقاها بخطو ينبيعوا فيها هما البندليقه هذيه يستعملوها كما الخبيزة متاعنا لبعث تقليه هذيك الكل مع بعض توب وثيبر وقرويه وهريسه وهروس وفلفلشيح فيها كل شيء فيها كل شيء فحت الكل هي باش تجيبنينا باش تجيبنينا وهو ما تعرفش يعملوها بعد ما يرميوا كل تقليه هذيكا بتاعلا فوق التقليه اكل البندليقه والفول والعدس هي اروه بعد ما تيب تيقف على زيتها يفقسوا عظم ويحطوا له كل حدا شوية ماك البندليقه هذيكا ويحط عظمته فوقها ويبدا يكل فيها بالعظم هذيكا متاحهم هذيكا حويدهم نتصوره حاجه بنينا هكا وليه بنينا برشا وقتدي احنا ريتا وحتى بعد ما فرغتت لنا هكا في الصحن ماده العظم وحتى تلنا كل حدا عظمته فوقها كالصحن تكل فيها بالفورشيته واللهي سيت خيبا ويسر بنينا برشا وقتلك زيده كما نعملوهاش بالعظم حنا لصغاريه بالعظم يقلي والحوت عندهم الحوت وبتاحهم يقليوه بيناء مع الحوت هون زاده في المهدية مشهورين برشا بالحوت، نحوكا هي هديه علوه ها في عبش نعملوه احنا كافتيجي نعملو كافتيجي مع الحوت ولا تستيره ولا مقلي سحن مقلي هون رووا يعملوا برشا البندليقة مع الحوت بتاعهم ومع العظم زيدي يعملون العظم والبندليقة والحوت وصحها معناها بشفاليهم حاجة صحيه برشه حاجه بلينه برشه هي اهم حاجه الي هي صحيه كيمكن تحكي بكري معناها هي تقاوم الاسهيل وتقاوم الاسهيل مبعضهم الزوزمن يتوقف الاسهيل وممطن القبض معناها يقلوها الدوي دوي عربي دوي انتو قد جا يعملوها تيزان يعملوها تيزان يشربوها تيزان يا غليوه يشربو الميم تاحا يعطيك الصحة مادام راقيا كنا مبعضنا شفنا كيفاش الطيب البندليقال هي سهلة ما هي شي صعيبة معناها وان بوس اهم حاجه يعطيك الصحة مادام راقيا ما بعضنا شفنا كيفاش يطيم البندليقل نخرجه وتاو فاصل ومعد نرجع فوقيت المنور اوكلات مينالجهات في مطبخ الحياة ورجعنا لكم عزاء المستمعين في اوكلات مينالجهات ومازلنا متواصلين في الحديثة متاعنا في ولاية المهدية بش نكملوا ابقية المينيوم بتاعنا اللي في الجزء الولاني عملنا مع مادة مراقية البندليقة مش تقولنا كيفاش نعملوا البازين باللرنب هذا حاجة جديدة بازين معروف هم المهدوية مغرومين بالحوت ويحبوا لرنب برشا اكثر من الحم هي بنينا رأينا هيكلوا برشا لرنب يحبوا لرنب اكثر من الحم ويحب العلوش ومن البقري يحبوا الحوت هذيك الايكلة بتاعهم هذيك الباسمية والرنب يحبوها معنى طيب برشا لرنب شوف عندهم هذي البازين باللرنب كيفاش يتعمل ياخذوا لرنب بمتاعنا بالجيلية ولا الاروبية كيف كيف يخسلوها بالخل وحكوها بالملح ما غير ما يقصوها كيكا كاملة لا يقصوها 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 ام وخصوها كلها ومن بعد ما يقصوها يفوحوها بملح وفلفل لكحل وسكنجبير وفلفل احمر وثوم وهريسة عربي وطمات حطولها طمات اللي هي نجمة طمات من نجمة نجمة وحطولها سكنجبير سكنجبير والزيت يفوحوها يقليوها كل مع بعضها وحطوها تقعد التيب هبه 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 انت خطان شو يعملو يا اروح ياخذوا ياخذوا الفيرينة الفيرينة وحطولها شوية ملح وحطولها وحطوها في بعد بعد بحطولها شوية ملح يسبو عليها الميل بيرد الميل بيرد وحطوها فوق الجاز ويبديو يطيبو فيه حطلين تولي عسيدة توليش عسيدة هذيك وقفت على تحس هكا ما زلت تبقبخ شوي يسدي يسبو لها المسخون يخليو هكا تبقف المسخون شي يخدو يخدو سحايف حطو فيها مغير فتين فيرينة يحلو كل فيرينة هذيك فكل صحفة هذيك يغزو اللر ببتاح ووقفت على زيتها وتعبته تهباته وسيه ما عادش احل يعني ما يقولها جرين فلفل اخضر وفلفل احمر ويصبو كالصحفة اللي بالفارينة هذيك فوق العرنب بيانصور الفارينة هذيك حلينها في الماء اللي في الصحفة هذيك حلينها في الماء فارينة مغرفتين فارينة معاهم الماء يحلو كل فارينة بالماء ويصبوها في كل شقيلة التنجرة بتاع العرنب السوس اللي يطابسيها لي العرنب هذيك يصبوها هي تهز غلوه ومبعد يخدو كل العصيدة بديحهم اللي عملوها يحلوها هكا يصبوها بيديهم يغطس يديهم في الماء البيرد ويبدو يعملو فيها يحلو فيها يحلو فيها بالماء البيرد بيديهم باعت تولي مستويه ويصبو اكل فارينة اللي خلطنيها بكل لرنب اللي وقتعلي زيتها بالفلفل والتمات وكل فحات الكل تتصب تنجرة الكل تتصب فوق كل التبسي اللي هو بالفارينة اللي هو بالعصيدة تولي كل خمز تلقاتوها في التبسي تتصب هذيك سخون ويبديو ياكلو فيها نتصور منظرها مزيين والله وبنينة وصحة وبش في اليوم تعرف انا هذي ستين قم بها روسيت فرانسيزة اسمها لسيفي دولييفر هذه معروفة برشة عند الفرانسيز وينا بيدي نطيبها بالخل وهي اللرنب بالبصل تشبه لها تشبه البازينة لا ممغسيت اما بلاش عصيدة يصبو الفارينة ويكلوها اكيكة في الاخر يصبو الخل ويكلوها بالروز بالمقرونة بالخوبس كلهم اسمها سيفي دولييفر معروفة اروا تدخل انتي تلقا سيفي دولييفر اوذر مهدية طيبتها لممغسيت اما هما يكلوها بالعصيدة يكلوها بالعصيدة وهما سماوه بازين بالارتحية لهم بالارتحية روسيت برينة برشة وهي لابرشة هذي معروفة خد كسين غسيت فرانسيزة ده اسمها اسمها سيفي دولييفر معروفة اللي هي نفس الرساة اللي كنت تعطينا فيها اما جوز في المهدية يعملو لها العصيدة يعملو لها العصيدة والسامات بازين باللرن طوع من ما بعضنا البندليقة البازين باللرن اللي هما محليهم اكلات تحسهم بنين عن الاخر ويزينوا الطاولة متع نهر لحد هكا ولا ايه يزينوا عالطاولة بازينة برشا وفما غشاقش فيها كبيرة وحاجات منفعين لزوز حاجات منفعين البندليقة واللرن بالعصيدة منفع حتى لزرار ايه لاحظنا بالحق في المهدية طيبو الحاجات الصحية ودجا دجا الحوت معناها هي اكثر منفع ما نعبي بالوميقاتروة معناها دجا مايبي بالمنفع بيه فما حاجة مشهورة بيه المهدية على الاخر كتقول شباتي المهدية احنا دجا ولينا نطيبوه لنا في البلايس الكل وليو يطيبوه شباتي في الديار في الاسويح في الاسويح بارتو في البيفت تنشي طرق شاباتي هذي امرأة في ميدي خطرته هي وعملته هي نحب نعمل شاباتي في الدار وعطتنا لقصة متاحة اللي هما يحبوه برشا اكلة خفيفة وبنينا تعمل معيها طرف فريط مبعض والله ينام في بليش هكا روسيت سهلة برشا من عرش يراها في الشارع هيكلوا فيها برشا وفي اللاسويق وفي الهستغا اما سي تري فاسيل سيهلة سهلة نتصور نعملها انا وحدي خير ما لينكلها في البره على خطرها يسر بنينا وش نعمل يسر بنينا اي 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 ارطال فرينا اي ارطال فرينا سمحني فن جيل زيت اي اي شوية السكر اي شوية ملح والوفير متاع خبس الخميرة متاع الخبس اي 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 ايها تنفخ الخميرة في السكر والماء فوجه تصبح مفوقه للفرينا يلي اتخلطها بشوية ملح وبشوية زيت وتعرك الاحبالها العركان برشا عركين وتخليها ترتاح بن تخونت مينوت نص ساعة خلويها ترتاح نصف ساعة بعد انت مع انت خادها ترتاح جدعم تصمت� لاعظم وتقشروا وترحيه بالرحاء غبي تحط صحيفة طماطر مرحيه غبي صحيفة موزاريلا مقصوصة غبي تقص البصل جيدا على الاخر وتقص المعنوز جيدا على الاخر وتحط حكة الطن تاخد انت شنو هتعمل؟ تاخد ملول بعد ما هي ارتحت نصف ساعة تخصها قد كعبة البركدير وتحلها تحلها 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 جي في الشتر نتيحها قد تقدك الحل هذيك تاخد لفخوماج 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 تختيني سلي الجبن المالحة كلي نعملو في التختين للزغار تحلها لكلها تعملها كجبن بمغرفة صغية وبعد تاخد مغرفة هريسة عربي ولا سوري تحلها هريستنا عادة هريست نجمة نجمة هذيك هيا ديما ناخد مغرفة هريسة تحلها فوقها كجبنة تختيني ومن بعد تجي في الشتر قد قد تحط تحط البصل وتحط المعدنوس وتحط العظام المرحي وتحط المتزارلة وتحط الطن ومن بعد تثنيها نحطولها زيتون مقصوص وشواء تحط زيتون مقصوص تحط كبار تحط شوية فلفل بر العبيد مقصوص اما انتي تعطينا في الباز متاح انا نعطيك في الباز اليوم قالوا لي عليها وانتي نجم حتى تعملها بالحم المفروق نتسوق تنجم تعملها سمحني بالاسكالوب تعملها بالكرافيت تعملها باللي تحب انتي تحب علي اما هيدي الاصل متاحها شباتي متاع المهدي وبعد تثنيها تقرسها تقرسها هيكا بديك 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 تهزها تحطها في التاجينيتيب والله تعملها تدورها مره منه مره منه وتكلم تعطيها لوجه لصغيراتك بتعملها في بالمليل تعمل تعشي عليها في العشية تسخنها اخر وقت في الكوشة وله على التاجين ويسخطوا للصغيرات وسيختوا للصغيرات عشبتني هي مشيش لشباتي بل فين فرنك وخطرية ما تكلف شي حتى بخار سبيت فرنك وتعمل في الفين فرنك تعمل تبرك الله خمسة كعبات وكل بيه العيلة لكل باك وفيرينا يعمل لك عشرة كعبات وحكة طن وتعمل حاجة صحية وحاجة نظيفة ونسكل شيخ بها فهمت نسكل تكلها وتشيخ بها ذاك هو شاباتي متاعنا هذا هو شاباتي متاع المهدية هي هكا نكون ونختمو به الجزء الثاني من حلقتنا اوكلات مينالجيهات نخرجوا توافاصلوا بعد نرجعوا في الجزء الاخير اوكلات مينالجيهات في مطبخ الحياة ورجعنا لكم عزائنا المستمعين في الجزء الاخيراني من اوكلات مينالجيهات ما بعضنا مش نشوفوا شنو مزال شنو مزال مادام راقيا في المنو بعنا عاد بريك المهدية وأدراك من بريك المهدية دي ما نختمو بحاجة حلوة احنا ختموة دي ما ختموة مزكزة ما تكون حاجة حلوة حاجة حلوة وبريك المهدية معروف يسر وبنين برشة هم يقدموه في عروساتهم برشة في أفراحهم احنا دجا حتى كتمشي لنا الباتسوري تقولوا اعطيني معناها بريك المهدية ولا معروف يبيعوه في القروينة يموجود قلوا اعطيني بريك المهدية دجا معروف يخدموه اما انتي طوا مدام راقيا مش تعطيني الروسات نولي نعملوه في الدار احنا طوي شنا عملوه شنا عملوه شنا عملوه لغوصات بتاعنا اللي احنا حفظناها من عند المهدية يعني اخذناها من 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 البلاد الاصيلة بتاعها من من العمق بتاعها هما 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 حتى كتمشي المهدية توقع اللي باتسخي هاكل كل هما جبال جبال وفرشك بنيه يبدأ كما نقولوا احنا المقروض ايه صحي لا بقش قطلك هنا قط الكراوك يتخلش عليك معناه يتقول مقروض اقروين بريك المهدية معروف معروف على اخر ايه 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 تاخذ 500 جرام فارينة عليهم 100 جرام زبدة هذي تحط لها اه مغرفتين عطرشيه وتحط لها اه ماء دافي تبسس ملول فارينة والزيت والملح ومبعد تحط لها من العطرشيه وتحط لها من الماء دافي وتحركها مليح 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 العركان يحب لها العركان يحب لها الجهد واللي عنده مكينة تفصل لها الامور معناه سي فاسيل افاع بالمكينة سي في تفاهمتني ايديك الوحدة نخليها ترتاح نصف ساعة نصف ساعة لها ترتاح على روح ايدي ايش تاخذ انتي اروه تاخذ 100 جرام لوز على 500 جرام فارينة تاخذ 100 جرام لوز 100 جرام لوز مرحيين مصموتين مقشرين مرحيين بلند تروع باش تخلطهم تاخذ كعب عظم صفره تخلي بيضة على روح تاخذ علهم من الصفر تحط لهم مغرفة قشور برقده مغرفة قطعها تحقهم 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 بالقده وتحطو لهم مغرفتين متعميلة سكر غلاس فكالصحفة تحقهم مليح ومبعد اللي هو المحور السكر المحور وتحطهم غرفتين انت عماكلها عطرشي عطرشي تجي لك اللوز انت كل مرحي هذاك مرحي مرحي معناها فودر على الاخر معناها فاغيني مرحي تجي تصبوا فوقك الخليط انت عملتوا الفص العذمة وخشو البرقدين والزوزم غرف السكر والزوزم غرف العطرشية تخلطهم مع بعضهم تصبلهم اكل السكر هاديك اكل اللوز هاديك تخلطهم تخلطهم تحسهم تعجنهم تعملهم كعبارات صغيرة على كابة البيس تخليهم مرتاحين انتي ترجع لك العجينة متاحك يا ارو اشتعملك العجينة متاحك يا ارو على وقت تجبدها تعملها كعبارات كبيرة مع بعضها تحلها بتحلها اما نساعد روحنا باش ما تنقبش بيانسور ايه اوضع مش تخي تخيفين ومش معناها خشينا معناها ازمك ترع لرخامة بتاعك ولا البلونج لتخبايين تاعك ما غير ما تقطحها ميزي مش تتقطع تتقطع تتها الكرام بطبيعة ولا اش تعمل عادي اروه انتي بعد تدورها هكا تشد انتي كالعجين هذي كالمستطولة تدينها بالزيد وتبدأ تدور فيها تدور فيها تدور فيها تدور فيها تدور فيها تدور فيها حتى تولي غلو غلو ابا بخي هكا معناها سينك سنتيمت laws 5 متر عادي مواضح انتي ري ت dependent Each 5 و تكون شي تجي جي سكينه وتقص 5 سنتيمتر وتمشي 5 سنتيمتر 5 سنك fighter 5 دعلي 5 5 معناها ما افعل بعد اللي اكثة سنك سنتيمتر تخذه بالكعبة بالكعبة تدهن من البلونج بتاعك AND serock with the hinter place تولي حتى تولي 5 سينك سوخ 5 سينك ثوع من swallowed in 5's نمشيو ديما في الخامسة سانتي وردو بالكم واضح بعد ما تحلها خمسة على خمسة ايش تجي تاخدك الكعبور تلوز اكل هيك انتي حضرتها تحطها في الوسط وتدورها هكا كي البريكا قبل ما تدورها كي البريكا تاخدك اللبي العظمة اللي احنا خلينيه تفكروا ايه تاع العظمة ملوحوش ملوحوش اتشاي تاخد البنسو واترش مش ترشها تدهل بليوتو هذيك ومن بعد ترجعك اللي اشتر هذيك والزيت بتاعك يحمي معناها اللبيض متاع العظم باش نشدوا باها كيل كولا باش باش متخرش باش تقلي متخرش في المقلية بتاعك بعد اروه ما تاخد انتي الكعبه الخمسة على خمسة اللي تحطك الكعبور تلوز تدهن الواحدة بتاعك باللبيض تعالى عظمة ومن بعد اروه تدورها وتهزها وتنزل عليها اذا كتنزل عليها باش ما تتحلش خاطر تخيزها تتحلش تتفرط لك كاللوز والزيت يتمسخ ودول كله بلوحوش ومن بعد اروه تحطها هذيك تتقليه وتحط الكعبه الثاني والكعبه الثالث والكعبه الرابعة وانتي البونتة بتاعك هذيك احنا ما حكيناش على البونتة حكينا ما حكيناش على البونتة هذيك خلي هذيك ترتاح البونتة بتاعنا تاخد انتي السكر بتاعك مثلا اربع كسين سكر عليهم زوس كسين ميه وتحط لهم تحطهم يتيبو تحط لهم القارس ومع القارس تحط لهم شويه كليكوز تحط لهم غرفة كليكوز خطر باش يخد ابيض وباشي شويه يعطي اللقه الكليكوز يعطي اللقه انتي قليتهم هما سخان والبونتة بتاعك تايبه حاضره محليها تشاي تهز بالكعبه هو ممشي تحلو دجا في المطلقه هو ممشي تحلو تولي كل مروحه كل مروحه تولي كل مروحه انا اذا كانت تحلت متخافوش من راي هذيك هي منظرها اغذر الفايدة اللي ميتحلش الوسطاني اللي احنا سكرنيها بالبلوندوف باللبي تاع العظمه هذيك اميلز مش يتحل اما منا ومنا مش تتحلها مش تحل هي منظرها كليبريكا مثلثة وتتحل اغوش يدغوات واك الوسطاني ذيكا في وسطو كعبة اللوز اللي احنا سكرنيها باللبي تاع العظمه وكي تتحل متخافوش هي كي تتحل هي معناها لاغوسات جيتكم بيهي وعملتوها كي ما قالو لنا هما وتبدأ مزينا برش بعد تهزهم تشحرهم تهزهم تستغطرهم وكلك عايبة تنسى عليها شوية فصدق يزو مكتب ده عندك شوي فصدق مرحي وتزينها وديما نرجعو للصغار تعطيهيلو للفطور السباح للعشية عندك عشوية تقدمها عندك سهرية تعملها رايسيها لبرش حتى في العيد احنا كنت علموها الغوسات هذي ونعملوها نجمو نعملوها يعطيك الصحة مادام راقيا الغوسات هذي بالحق من المهدية بنينا وتحفونا على الاخر تحية بريكت لحليب مش نقدمو تحية مادام راقيا اللي اعطانا المنوه هذي دجا جميل الحاج غمام هو اللي قدمنا المنوه هذي يعطي الصحة دجاس الناه وهو اللي قدمنا المنوه هذي وحنا بتطبيع عملنا عليه روشيرج ومشينا وشوفناهم يعطيهم الصحة مضيافين على الاخر دونك تحية الجميل الحاج غمام شكرا لكم مادام راقيا شكرا لكم اعزائنا المستمعين كل اللي كنتوا تتبعوا فينا في اوكلات من الجهات نتقابلوا ان شاء الله لحد الجاي في منو جديد وفي ولاية جديدة اوكلات من الجهات في مطبخ الحياة